ودلوقتي جمعتنا مع جولة أخبار المحافظات وأهم الأخبار اللي بتحصل في المحافظات في جميع أنحاء الجمهورية ومنها بدء أعمال رصف وتطوير الشوارع الداخلية بوسط مدينة أسوان وكمان تطوير أربع خطوط بمصنع تدوير القمامة بالمحلة وده بيقدر بقيمة عشر مليون جنيه وأخبار تانية هنعرفها من الأليوبية ومطروحه كمان الشرعية في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت مبارح في المحافظات البداية من أسوان اللي شهدت بدء أعمال رصف وتطوير الشوارع الداخلية بوسط مدينة أسوان وده بهدف تسهيل الحركة المرورية وتحويل وسط المدينة لبانوراما جمالية في الغربية بيتم دلوقتي تطوير أربع خطوط بمصنع تدوير القمامة بالمحلة بقيمة عشر مليون جنيه وجهت دكتور طارق رحمي محافظة الغربية أسطول نقل المخلفات بالمحلة وبعض المراكز الأخرى بالمحافظة لنقل التراكمات إلى المدفن الصحي بالسادات بشكل يومي لحين انتهاء الأعمال بمصنع تدوير القمامة في الأليوبية تم إطلاق حملة للترصد الحشري والمكافحة المتكملة لنواقل الأمراض وصلت فرق مديرية الصحة بالمحافظة عملها في مكافحة الذباب ونقلات الأمراض بجميع أنحاء المحافظة وده بهدف الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين في مطروح تم تشغيل أربع خطوط أوتوبيس جديدة من مشروع النقل الجماعي بالمحافظة لعدد من المناطق بمدينة مرسى مطروح تأسيراً على المواطنين في توفير وسيلة مواصلات أمنة لعدد من التجمعات البعيدة في الشرقية أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن الفرق الطبية المشاركة في المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال المبتسرين بمحافظة الشرقية قامت بفحص 10,466 طفلة حتى الآن بأقسام الحضانات بمستشفيات المحافظة ضمن أعمال المبادرة الرئاسية منذ انطلاقها في أغسطس عام 2021 اشتركوا في القناة